بسم الله مرحبا بكم معنا في فيديو جديد غان نديرو على البطبوط في الترمو ميكس غان نحتاجو في المقادر 150 جرام ديال الطعين الفورس 150 جرام ديال الفينو عدنا معلقة كبيرة ديال الخميرة ماجونة معلقة كبيرة صغيرة ديال الملحة وغان نحتاجو للماء غادي مشو البالانس غادي نعبرو 250 جرام ديال الفينو 250 جرام ديال الطعين الفورس عدنا معلقة كبيرة ديال الخميرة معجونة اللي عنده بودر يمكن اللي يستعملها الخميرة كتبقى على حسب الجو الى الجو بارد كنزيده الى الجو دافي ما تحتاج الخميرة بزاف غادي نديرو معلقة صغيرة ديال الملحة قياء وكل يدير القياس اللي يبغى لان كين اللي ما كيبغوش الملحة بزاف غادي نديرو الماء ديال نيسخن ده بغا نوريكم تيرمو ميكس هانتو مارا ما كا تحتاجوش فيه بزاف ديال ديال لكويسان يمكنك تستعمل بزاف ديال البروغرامات بالنسبة للبروغرام فيه درجة الحرارة فيه الوقت فيه الجهد شحال الجهد اللي بغي ديرو إلا كان كي ميلونجي الليمن را كيكون كي طيب إلا ميلونجي الليسر را كيكون كي ميكسي كين بزاف ديال انواع ديال الكويسان كين كي ديرو لزو كين الافياند الحام يمكنكم تصايبو بها الياورت يمكنكم تميكسيو بيه يمكنكم تصايبو سموسيه وفي نفس الوقت يمكن كي يخسل راسو براسو كي ديرو بخلافاج كي صايبو الراسو دابا غا نديرو مالاكسي يعني غادي نميلونجيو العجينة ديالنا فيه غادي ندير البالانس باش نعبر القياس ديال المال اللي غايخسني تقريبا شستمية ميليليتر تقريبا شستمية ميليليتر غادي نديرو مالاكسي باش يتميلونجا و تعجين لنا العجينة ديالنا غادي نديرو الوقت اللي هو جوج دقيق أنا غادي ندير جوج دقيق غا نبدأ بجوج دقيق و ديك ساعة غادي بلية على حسب العجينة غا نخلي والجهد اللي اعطونا هو ما اللي بروس بوزا وهي علينا هانتو ما غا بدا كيميلونجي كنراقب العجينة ديالي يلا حسيت بها خاصها الماء بحل هنا انتو ما شو كتبليل عجينة خاصها شوية غادي نزيد هالما الكافي اللي غادي خاصها باش تطلق معايا الماء اللي سخنتو من قبل غادي نزيد جوج دقيق ديال الوقت من بعد ما داز جوج دقيق ديالي هانتو ما شتو العجينة كتبقى بهالشكل هانتو مرتبة مطلوقة غادي نحيدها من المول اللي هي فيه ديال تيرموميكس وغادي نديرها في واحد المول اللي غا نغطيه بسلوفان وغا نحتفظ هي في الجنب علامة نغسل التيرموميكس ديالي وهي نخليوها تخمر على خاطرها منيني تضاعف الحاجم ديالها ديك الساعة يمكن لي نستعمل العجينة ديالي باش نتلقها ونصيب بها البطبوت دابا غادي نمشي التيرموميكس ديالي غادي نمشي البروغرام هانتو ما غادي تلقاوه في التالي بخيلافي بخيلافي يعني انك تدير في التيرموميكس ديالك قياس ديال الما غادي ندير الصفان ليكيد غادي نغطي التيرموميكس ديالي نقفلو مزيان من بعد ما قفلتو غادي ندير البوشان ديالو من الفوق وغادي ندير نتوياج غابيد غابيد هانتو ما شتوه على هاد الشكل كيكون غصله راسو براسو حادق غادي نحخوه من ذاك المال اللي بقى فيه ذاك شوية اللي بقى لي غادي الحلفة اللي عندي غادي نغسله ضغياء رابيد من ضغياء غادي سالي لابا غادي ناديكم نشوفه العجينة ديالنا اللي هي تضاعفات هانتو ما شوفوا الحجم ديالها تضاعف تضاعف. غنحيد سلوفان. هانتم مشتوك يفشر طبا وتضاعف الحجم ديالها غني نقدم بالمدلك ديالي باش نقطع لي وغالي نستعمل هادا هادا باش نقطع البتبيطات ديالي يكونوا صغار غادي نجمع العجينة ديالي هانتم ما غادي تشوفوا كيفاش رطيطبا ومطلوقة معايا بهاد الشكل ما غاديش تعدبني نهائيا شتو كيفاش مطلوقة ما غاديش نهائيا في الخدمة دابا غادي نطلق نقطع لي العجينة ديالي فوق البلان تخافي ديالي قبل ما نقطع ليها انا غادي نقسم العجينة على جوج باش تجيني سهلة في الخدمة بجوج هم غادي نخدم بوحدة ونخلي الخراط رتاح من بعد غادي نقطع من بعد ذا غادي نطلق العجينة العجينة بهالطريقة غادي ناخد لوساخ ديالي غادي نقطع القياس اللي بغيت ديالي بطبيطات يمكن لكم تستعملوا اي مول اي اي حجم على حسب الحجم اللي بغيتو يكونوا صغار ولا متوسطين هنستمر بهالطريقة نقطع العجينة ديالي كاملة اشتركوا في القناة هانتو مشتو طريقة كيفاش درت ليها هادوك الزوائد اللي كيبقاوا من العجينة ديالي كنحتافض بيهم كنجمعهم هانتو مش حل خرجت لي لعجينة ديالي البطبيطات غا نخليهم يرتاحوا تماما غادي نجمع العجينة ديالي اللي بشاطط وغادي نخليها ترتاح في الجنب غادي نقطعها هنستمر بنفس الطريقة كيف مدت في اللول منين ساليتهم كاملين غا نخلي العجينة غا نخلي البطبيطات ديالي يرتاحوا باش يخمروا غادي نغطيهم نخليهم بحتي يخمروا وديك الساعات غادي نستعملهم باش نطيبهم من بعد ما خمروا البطبيطات ديالنا غادي نسخنوا المقلى ديالنا على نار متوسطة وغادي نبدوا نطيب ونستفو البطبيطات ديالنا ونطيبوهم من بعد ما كيطيبو من جهة اللولة كنعودو نقلبوهم بهالطريقة كنخليهم محتكي يتحمروا ديك سميدة اللي كاتش آآ ديك الطحين اللي كيكون لي فوق المقلى كنحاول نحيدو باش باش نطيب المباقي ديال البطبيطات باش مكي تحرقش ليه مكي تسقش ليه في العجينة عندهم مرة تحمروا معي البطبيطات من جهة كان بقى نقلب فيهم حتى يطيبو على جويهم زيان ديك الطبطة اللي كانت كبيرة راته هي طيبتها من من جهة ومن جهة الخراف من بعد هاو الطبق ديالنا كنتمنى لكم توجدو هاد الوصفة وبصحة والسلامة ان شاء الله